يحكي على الرجل اسمه السيدي هذا عبد حميد عمار كيفاش عرفناه وكيفاش سبته اللي جاء النهج الباشا بالضبط في بطحة تريبوناء هي ما هو غاديكا ذايا خير الدين باشا كان قبل يقولوا قصر خير الدين باشا فهمتني قدوه سيانة المدينة وردوه متحف مدينة تونس اللي هو يستعملوه بش كما يقولوا يعملو عروض العروض هذية بتاع معناها كل لوحات الزيتية وتاع الفن التشكيلي وكل حكاية تذكى به سي هذا سير السيد هذا فهمتني سي السيد هذا حب يسكن ذا غاديكا في الحومة من الجملة قمر دار فهمتني والدار هذية هي معروفة باش يحب يفهم كما يقولوا الحومة وناس الحومة وكذا يبات في الليل يجيوا في الليل بالعاني كما يقولوا باش ما يراه حد ويدخل المطبع محروقة يبات فيها ويبدأ ينسنس على الحومة ولد الحومة والدار هذية يسكن فيها وكذا 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 وبعد خطرت له وما عارفوش الفلوس من ينجابها خطر هو راو أصله كان معلم ابتدائي وما عندوش حتى صيلة بالبوزار وما عندوش شهادة متاع الفن التشكيلي ولا الفن الجميل خطر البوزار هو الفن الجميل وما عندو حتى شهادة من هذه كونه حاجة واحدة هو كان من صغره يعرف يصور كان موهوب وهذا هو خلفك التصوير فك الدومان هذيك وبدأ يكذب عن الناس وانا موزار وانا فن تشكيلي وانا 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 وصل لعمل الأمور هذية الكل وانسان مش له يبروحه قال حقه حقه نحب نعيش فقير ونحبه ونحبه وهو لا لانو انسان مش مهتم بروحه ابناجي بتقول كيعيش كين مهبول حشيكم حتى من زبلي لقط تفينتني وغريبة شرية دار هذية بتسعين مليون وبعد عام ممكن الكاكة معناها ولا عام وشهر شوية مش شرية دار اخرى دار اخرى عربي في ناس سيد إبراهيم علاش على خطر كان دي ما يمشي الغادي بسيد إبراهيم وين يعملوا موائد الافطار في رمضاء فنتني وكان يا سيدي يجي غادي وبصيفته هو دي ما مريش ونقطع وكل شي يصحبه كين إنسان ما زوالي ما عنده شاي فقير كده قبلوه ولا قالوا له يجمعناه كده قبلوه ومن شملة من بعد خمم يقولك مش ما يعقلونيش الناس وواء ولا يجيب القفة متاعه قبل شق الفتر ويجيب معاه كيما نقوله كيما التاسا فنتني أليمينيوم هذي كان بش يحط فيها شربة ولا الله أعلم ولا الصبه جملة فنتني وكان لله محمد رسول الله يا أخوة حتى مسحور بك وحليب وطرف خمز وكرويق وعايشة كاكة فنتني وأخويا وش يقوله كان إنسان ممسخ إنسان اللطف وكان تقرب وتشم ريحة بالأعمال الغداد تقولش عليك لا قدر مش ترد فنتني وش بش نقولكم وهذا سمعت الخبر اللي عددها قال كيش قولوها هو خبر يكسر كيما نقوله الدنيا ومن ناحية أخرى زادتين بلق قالك حقه حقه يحب يترشح للرئاسة الجمهورية ومقدم ترشحاً تاعو ترقلو لها السيد هذي اللي هو مهبول وممسخ ومعناها وميتهزش بمقص النار هذا الكل كيفاش بش لعبات تمنوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر